السلام عليكم معاكم أخوكم أبو أحمد من قناة حديقة منزلية نبات قطر الندى من أجمل وأشهر النباتات العصرية على الإطلاق وأكثرها شهرة وانتشارا بين نباتات الزينة المختلفة والمتعددة طبعا النبات سهل جدا في الرعاية والعناية والإكثار طبعا أنا قمت بعمل فيديو سابق قمت فيه بشرح طرق الرعاية والإكثار من هذا النبات الجميل سأضع رابط له في الوصف أسفل هذا الفيديو وستجدونه في نهاية الفيديو إن شاء الله يمكنكم مشاهدته والإطلاع عليه والاستفادة أكثر عن نبات قطر الندى وطرق الرعاية والعناية به والإكثار منه لكن اليوم جايب لكم أجمل أنواع نبات قطر الندى وهو أقل شهرة لكنه من أجمل الأنواع لهذا النبات وهو النوع التي تأتي أوراقه بلونين متداخلين عندنا اللون الأخضر وأيضا اللون الأبيض طبعا تأتي الأوراق مزركشة بهذين اللونين وينبع الجمال في هذا النوع من نبات قطر الندى أنه في نهاية فصل الصيف ومع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة لفترات أطول تتلون أطراف الأوراق فيه للون الزهري أو الأرجواني فتعطي لهذا النبات لمسة جمالية ساحرة ومنظر خلاب وملفت للأنظار بين نباتات الحديقة والسر كما ذكرنا هو وجوده تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة شاهدوا معنى جمال وروعة قطر الندى شيء جميل ورائع جدا يعني أنا حبيت أعرض الكياه طبعا أنصحكم باقتناء أو زراعته سواء في الأصص أو في الأرض أو كنباتات متدلية يعني من أجمل وأروع النباتات على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر سوف نحن بسرعة ونفرح ويتم ذلك تبعنا اليوم فيديو سريع عراض الكوخي نبات قطر الندى بشكله الجميل الملفت للأنظار المزركش من الأطراف شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة